عضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً بحرياً في إطار الاحتفال بالذكرى الخامس والعشرين بعد الثلاثمائة لتأسيس البحرية الروسية كما قام بتفاقد القوات وقال بوتين إن روسيا تمتلك أسلحة جوية بحرية طويلة المدى وقصيرة المدى ونظام دفاع ساحلي موثوق به كما تملك أحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي لا يوجد لها نظائر في العالم ويتم تطويرها باستمرار وأضب بوتين أن البحرية الروسية موجودة في جميع محيطات العالم تقريباً وروسيا قادرة على مواجهة العدو أينما كان اليوم لدينا بحرية الروسية كل ما هو روري لتماني حماية وطننا الوم ومصالحنا القومية نحن قدرون على اكتشاف أي أضوء تحت السطح الماء أو فوقه أو في الجو وضربه وقالت تكون ضربة لا تراد إذا اقتدى الضرورة إن البحرية الروسية موجودة في جميع محيطات العالم تقريباً أكدت وزارة الدفاع الروسية في التاسع عشر من الشهر الجاري أن السفن الحربية الروسية اختبرت صاروخ كروز جديد من نوع زير كون تفوق سرعته سرعة الصوت في البحر الآبث شمال غرب روسيا ونجحت في إصابة الهدف المقصود ووفقاً لتقرير صادر عن وكلات فرنس بريس يوم الأحد أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى عن خطط لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت